بسم الله الرحمن الرحيم احبابي متابعي قناة اخبار عجلة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 سبعة 2018 بالدور المصري والقنوات الناقلة في البداية ريت من انساش نعمل اشتراك لقناة اخبار عجلة وانفعل رمز الجرس علشان يوصلنا كل جديد تنطلق اليوم الثلاثاء النسخة 60 من مسابقة الدور المصري الممتاز الذي يعد واحدا من اقوى واقدم البطولات في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ويشارك في المسابقة 18 ناديا ويعد الاهي والزمالك اكثر الاندية مشاركة ويعد الفريق الاحمر اكثر تتويجا بلقب المسابقة حيث توجب اللقب 40 مرة في 70 سنة ويليه الزمالك ب12 لقب و3 القابل الاسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسان والالومبي وغز المحل والمقاولون العرب تقام الجولة الاولى من منافسات النسخة 60 على مدار 4 ايام حيث سيقام اليوم الثلاثاء مبارتين بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب باستاذ الاسكندرية وبيترو جيت يستضيف الزمالك في السويس بينما سيقام غادا الاربعاء ثلاث مباريات وهم مواجهة الدخلية مع ديجلا والانتاج الحربي مع حرص الحدود ونجوم fc مع طلائع الجيش فيما سيقام يوم الخميس مبارتين هم الجونة مع المصري والاهلي مع الاسماعيلي وسيكون ختام الاسبوع الاول بمبارتين يوم الجمعة حيث يلتقي فريق مصر المقصة مع اسموحة وامبي مع بيراميدز اما عن مباريات اليوم والقنوات النقلة فيلتقي اليوم فريق الاتحاد السكندري مع فريق المقاولون العرب في السادسة مساء حيث يستضيف الاتحاد السكندري بقيادة محمد عمر نظيره المقاولون العرب بقيادة علاء نبيل على استاذ الاسكندرية في مواجهة عد من المباريات الكبرى نظرا لتاريخ الفريقين في الدور الممتاز اما مباراة الزمالك وبيتروجيت فتقام في التاسعة مساء اليوم حيث يلتقي الزمالك مع بيتروجيت باستاذ الجيش باستاذ الجيش الثالث بالسويس ويظهر الابيض بشكل مختلف بعد التغييرات الجزرية في قائمة اللاعبين وكذلك تشكيل الجهاز الفني اما عن القنوات الناقلة لمباريات اليوم بالدور الممتاز فمن المقارر ان تنقل المباريات قنوات انس بورت الفضائية وقناة النيل للرياضة في النهاية شكرا لك عزيز المشاهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته